خلونا نستحضر ذكرى ميلاد واحد من الأدباء المتميزين جدا الرجل المستحيل اللي خدنا معاه في قصص بطولية في عالم الأدب البوليسي والجسوسية واللي سافر بينا في روايات أخرى في مغامرات خيالية لأنه رائد فيه الخيال العلمي من خلال ملف المستقبل اللي اتعمل منه 160 عدد رجل مستحيل اتعمل منه 160 عدد وغيرها من الأعمال المتميزة زي كوكتيل 2000 وزوم وفارس الأندلس وغيرهم من قصص وروايات كانت ممتعة ويمكن من أمتع الحاجات بشأن كتابات هذا الأديب الراحل دكتور نبيل فاروق هو أنه تميز كتاباته خلت مجموعة كبيرة جداً آلاف مؤلفة من الشباب يرتبطوا بالقراءة من الصغر النهاردة 9 فبراير هو ذكرى ميلاد الطبيب والأديب الراحل دكتور نبيل فاروق ولهذه المناسبة حبينا أن احنا نلتقي بأبنائه عشان نتكلم ويكلمون عن ذكراتهم معاه كأب وأبرز محطات حياته كأديب وروائي محبوب لجير كبير جداً 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 من الشباب فهسيب مع حضراتكم ونسمع منهم دلوقتي ونلتقي بعض الفاصل رائد من رواد الصيغة الأصلية لأدب المغامرات والجسوسية الدكتور نبيل فاروق الذي نقب تنقيباً وراء إنجازات أبطال مصريين ليقدم أعمال تمزج ما بين الواقع بدقاته والإضافات الأدبية بسحرها فسهمت شخصية أدام صبري التي أبدح نبيل فاروق في رجل المستحيل في ترغيب الشباب في القراءة واقتناء الكتب هو كان في الأساس قارئ ناهم جداً للقراءة في مختلف في رؤية الصقافة مش في حاجة معينة بس وجات له فكرة أنه يعمل بطل عربي مصري يتمتع بالأخلاق اللي احنا المفروض بنحبها أو عايزين تكون موجودة في شبابنا شخصية أدام صبري دي هي كان رجل حقيقي هو قابل الشخصية دي وهو لسه في أول الكلية كانت قصة كده أنه كان فيه حد عايز يجنده فالتقى بالشخصية دي وكان مبهور بيها جداً لأن الشخصية دي برضو كانت فيها صفات كتيرة كويسة جداً ومهارات عالية جداً وكانت بداية الأدهم صبري رجل مستحيل تقوص تعود عليها أثناء كتاباته لهذه القصص التي أبدعها وأثمرت كتاباته الكثير من القصص التي تعلق بها الجميع هو تقوصه في الكتابة هو كان بيصحى بدري وكان له مكتب خاص للكتابة ما كانش بيكتب في البيت أبداً يتخلل طبعاً الكتابة توقف للتفكير يعني ساعات كان مثلاً يحط أدهم صبري في مأزق مثلاً وما يعرفش يعني هو بيكتب الموقف لكن ما يعرفش الحل بتاعه إيه فكان بيقعد بقى يعمل الموقف الأول وبعدين بيفكر في الحل وكان بيلاقي الحل طبعاً هو كان ليه أسلوب مميز أوي يعني لو قرد كتبه وأنت مش شايف مكتوب عليها نبيل فاروق هتعرف إن ده نبيل فاروق فهو كان ليه طريقة كده في الكتابة دايماً تخلي اللي بيقرأ لازم يخلص الكتاب لازم يعرف النهاية إيه فبخلاف رجل المستحيل كان أول من أبدع قصص الخيال العلمي في مصر كملف المستقبل وفارس الأندلس وهناك الأعمال التي أعدها قصيصاً للإذاعة والتلفزيون مثل مسلسل العميل ألف واحد وفيلم الرهينة ومسلسل من الجاني قبل ما القصة تطلع كان ممكن نقراها وهي لسه مكتوبة بخط الإيد على الورق كان ساعت لو جات له فكرة خصوصاً لملف المستقبل أكتر لو جات فكرة مختلفة كان ساعتها بيقول لنا اللي هو تبتخيلوا لو في كذا تخيلوا لو ممكن الإنسان يعمل كذا أو يبقى العالم في كذا فدي كان ممكن بيعرضها علينا حتى كأفكار في الأول من قبل حتى ما يبدأ يكتبها إسامات كبيرة للدكتور نبيل فاروق كانت أهم الأسباب في محبة الشباب للقراءة فبجانب القصص كتاباته الشهرية على صفحات مجلة الشباب تحت عنوان فن الجاسوسية تركت هذه الكتابات على مدى أكثر من عشرة أعوام أثراً كبيراً في نفوس القراءة محمد سعد مساء دي أم سي موسيقى